حسن حسن اوها تصدق ان زينة بتعمل كده زينة بنت كريمة زينة بت عبدال من ميت؟ من زمان عمرك ما قلتيها كنت بكره كريمة وبيتها ما تتخيرش عنها زينة من وقت ما تجوزي تخوك تغيري تعوى اللهي تتحبت على يدي عشان اسامحه انا امك مش حاجة بعليك صدقني مروان ولدك الكبير نول فرحتك اللي جاعده متربع في جلبك اللي طول عمرك عايزة تشوفي ولده اللي مهما يعمل وعمرك ما تكره ايه بعدين يا حسن 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 الشخشيخة اللي في يده كل واحد شوية حتى انت يا امه حتى انت يا امه هلا قد حبك لمروان هلا قد ما كنت عايزة تكسريه تكسريه بمين حسن الزغير اللي لو كبر مروان حيجي عليك ويقول لك شباكي لوباكي انا قد حدريش ليكي هو ده اللي انت كنت عايزة لو كنتش عايزة حسن يكبر ويتجوال اللي فوج له انت كنت عايزة تجيب مروان طني لحضنك حتى لو على حساب حسن دلوك زينب بيجد بيتها عبدالله دلوك بيجد مش عايزة حاجة عشان ايه خايف على مروان خايف على ولده طيب وانا عبدالله ولدي دلوش تفن عندك عبدالحكيم اللي راح مش عارف له طريق ايه نسيتين خلاص كلب حسن ما عادش فيه نبض ولا روح انت منه ماتت لما راح عبدالحكيم والباقي راح مع عبدالله موسيقى ربني صبر قلبك يا قلبي ربني صبر قلبك يا حسن ؟ موسيقى يا كريم عارفة انت لو حبيتي على رجول الخلق كلها ما هيرجعش اتاني عبد الله مات والروح ما بترجعش لكن عبد الحكيم له والدي هيرجع وأنا متأكدة أها البيت الكبير اللي كنت عاوزة تفضي الدنيا عشان والديك يبقى جاعد ومربع الكل هجروا وبك خرابة أصل ربنا دا كبير ما بيفوتش دلوك والد ماروان هيركب ويدل الرجليه سبحانك يا كريم انا عارفة مش هيهون عليك وبعدين مش انت الست اللي تسيب جوزها في الظروف اللي هو فيها دي عمته قراري ومش حرجع فيها ولو سمحتي مش عاوزة حد يعرف ما كان واه عاوزة تقطعينا خالص يعني مش أنا اللي عاوزة اللي حصل يا عمته حكم علي وعليك وعلى كل حد في العيلة دي يعمل ايه وما يعملش ايه احنا خلاص بقاش بيدنا الاختيار احنا بقى غزبا عنينا نعمل كل حاجة بكرا ريتال تهدى وخصوصا لما نعرفه مين اللي عملك ده ساعتها يتيجي وتقول لك سامحيني مش هيحصل يا عمته وبكرا افكرك سيبك من ريتال ماروان ماروان بيحبك وروحه في نوح بقول لك ايه يا عمته ماروان لو مارحش وطلقني رسمي انا حارف عليه قضية خلع انتي فهمها؟ تفضل عادي عادي بسم الله ما شاء الله الله اكبر يا ريت تفهميني يا عمته انا جيت على نفسي وجيت على قلبي وجيت على مشاعري وقد انت كل حاجة نسيت حق ابويا ووطيت على ايد جابريا وبستها برغم ان انا عارفة متعكدا انو ايديها مليانة بدم ابويا اللي هو اخوكي يا زينب يا بتي انا مش عارفة انتي ليه مصدق الكلام دي؟ انا مش مصدقة انا اسمعت ابو وداني يا عمته عارفة معنا ايه اسمعت ابو وداني بس لما ماروان واي في جنبي وفي ظهري وعشاني قدام الدنيا دي كلها وكان سد بيني وبين العمدة وقال بنت عمي حتى لو حمود قلته ماله يمكن دي اشارة من عند ربنا عشان ننسى الوحش ونسامح بعط بس اتاريت لعت غلطانة اهوي النفس امارة بالسوق يا زينب زمان ماروان جالي اتحكمي المال كله في يدك انت اللي فوج كله هيبجى تحت يدك من غير ما حاس اتغيرت ايوه يا زينب اتغيرت مش هنكرني لما حسيت ان انا اللي فوج كياني كله تشجلب حسيت اني ممكن ابجى فوج كريمة وجبرية اتحكم فيهم زي ما انا عاوزة حياتهم هتبجى في يدي متلوميش متلوميش ماروان يا زينب عارف ايه الوحش يا عمته ايه يا بيت الغالي الوحش يا عمته انه لما حد يبقى عاوز يبقى كويس ويصالح الناس ويجي على نفسه ويفرموه بيحسسون ان هو كأنه مالوش لازمة ولا له بجيمة مهما وطن وهما حاول يجي على نفسه ويبوسد ايادي عشان يرضيهم برضو بيفرموه بيحسسون ان هو مالوش لازمة وهو قدر يتحصل معي اشتركوا في القناة